درس المراجعة الحمامة المطوقة أولاً الوقوع في المصيضة زعموا أنه كان بأرض بها عشب كثير شجرة كبيرة أوراقها كثيفة فيها عشب راب فبينما هو ذات يوم جالس في عشه إذ رأى صياداً نصب شبكته ونثر عليها الحب وكمن قريباً منها فمرت حمامة يقال لها المطوقة ومعها حمام كثير فعميت هي وصاحباتها عن الشرك وأخذت تلتقط الحب فعلقت كلها في الشبكة وأقبل الصياد فرحاً مسروراً فجعلت كل حمامة تبحث عن الخلاص لنفسها خطة الحمامة للخروج من المصيدة قالت المطوقة يجب أن نتعاون ونكون يداً واحدة فنقلع الشبكة وننجو جميعاً وفي مكان قريب جرذ صديق فلو وصلنا إليه خلصنا من هذا الشرك تنفيذ الخطة بإحكام ثم إنها أعطت الإشارة لصاحباتها فطارت كلها دفعة واحدة وقلعت الشبكة بتعاونها وعلت في الجو فتبعها الغراب ليرى ما يكون من أمرها خلاص الحمامات من المصيدة بفضل التعاون والوفاء التفتت الحمامات فرأت الصيادة يتبعها فحثت كل واحدة منها الأخرى على مزيد من الجهد فلما وصلت إلى جحر الجرذ نادته المطوقة باسمه فأقبل إليها وقال لها ما أوقعك في هذه الورطة فأخبرته بقصتها ثم إن الجرذ أخذ في قطع الشبكة حتى فرغ منها فانطلقت المطوقة وحماماتها معها والغراب ينظر إليها معجبا بتعاونها ووفاء الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر